يعني أذكر أحد الإخوة يقول أنا لي دعوة أجعلها أعلقها في كل مكان في مكتبتي في سيارتي عندي هدف معين في السنة معينة يقول أجعل هذه الدعاء الدعوة أدعو بها يوميا حتى لو بعد سنة كاملة فالإنسان دائما يحاول أن يرتبط بالله عز وجل بدعواته الصادق كذلك الله ربي لا أشرك به شيئا هذه من الأدية كذلك المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله و الله ربي لا أشرك به شيئا هذه في قمة التوحيد فظنى أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات بخش و consciousness ماذا رأيكمكم يا أجماعة فظنى أن لن نقدر عليه توقع أنه يعني ما يخرج من ظلمة أو من بطن الحوت من شدة اليأس أو شيء كذا هذا الذي شائع عند الناس والعكس هو الصحيح فظنى الصيغة الصحيح فظنى أي كلمة ظن في القرآن معناها اليقين الظن في القرآن إذا قرأت كلمة ظن المقصود فيها اليقين في كل القرآن نعم فتيقنا طبعا أنا أكلمك على خطاب الأنبياء دلالة السياق دلالة السياق فظن أي قناة أن لا نقدر عليه نقدر إيش معناها نقدر معناها أن الناس يبنون نقدر أنه باب قدرة تقصر نعم والصحيح فظن أي قناة أن لا نضيق عليه يا سلام القدر هنا ليس المقصود في ما تبادر هذه وقفة أن الإنسان ربما مرة تقرأ الآية على ظاهرها ويظن هذا المفهوم في ذلك هنا أهمية من يبحث في القرآن والمفسرين وغيرهم صحيح بعضهم يقول القرآن لا يحتاج إلى مفسر صحيح وهذا يسمى عند أهل المهم مفتاح التفسير هو قراءة غريب القرآن هذا يعتبر من غريب القرآن وهناك آيات كثيرة مثل قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه أي قناة أن لن نضيق عليه في بطن الحوت تخيل واحد بادر الذي يأتي في ذهنك أنك في بطن الحوت بل سيضيق عليك وسيغرقك الماء وستموت لكن هو داخل الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنتم سبحانك إني كنت من الظالمين وهذا توحيد التوحيد سبحان الله سبحانك إني كنت من الظالمين في شدة الضيق في شدة الضيق فلما ظن أن يضيق الله عز وجل عليه الله عز وجل اخرجه من بطن الحوت وعلى هذا فقس حياتك كثيرة جدا يعني أنا أذكر كثير من الإخوة عالج مصائب حياته بالدعاء وهناك أشياء شيخ لا تترجم يعني بعض الناس يعني ليس هناك شيء أدفى من ذكر الله عز وجل والالتجاء بالله عز وجل هناك يشعر الإنسان بالدفع والراحة لأنه مع حقيقة هذه الحياة حقيقة هذه الحياة هي التجاء بالله عز وجل وأنك تفوض أمرك لله عز وجل فإذا فوضت أمرك لله عز وجل استجاب الله عز وجل لك وغير حياتك من حال إلى حال أنا أذكر لا لا أصلا أنا أذكر أحد الإخوة ذكرتها في عدة أمور أصيب سلم كرها ابنه بشلل رجل كريم من أهل جازان حارس مدرسة لكنه رجل سبحان الله صاحب نسك وعبادة والله يا شيخ أنه دعا الله عز وجل في جميع المشاعر وفي جميع الأمكنا ويقولني أدعو الله عز وجل فقلت يا أخي ادعو الله عز وجل بتلقائيتك قال كيف قلت يا أخي ما يحتاج له عربية قلت طلع الكلام من قلب قلبك نعم الله لا يريد فصاحة ألسنة فحسب بل يريد فصاحة قلوب أحيانا نبضات قلبك هي التي تتكلم دمعاتك أحيانا ما تتكلم تسجد تسقط بين يدي الله عز وجل فيتحشرج صدرك يوقف الكلام الله عز وجل يفهم حشرجتك ويفهم دمعاتك ويفهم حرارة حرارة أنفاسك بين يدي الله عز وجل فإذا رأى الله عز وجل حرارة أنفاسك وحشرجتك وبكائك ودعائك لا يحتاج أن تتكلم خلاص الرسالة وصلت إلى الله عز وجل ووضح استكانتك وانكسارك بين يدي الله عز وجل فأنت علجت قدر الله عز وجل بقدر الله عز وجل وأنك تدعو الله عز وجل ذلك الرجل قلت كلم الله عز وجل بتلقائيتك بعفويتك قال كيف قلت يا أخي كلم الله عز وجل بلهجتك العامية والله أن الله أكرم أن يرد يدي عبده صفراء كابلتنا في الحج رجع سلمكم الله وهو في الحافلة قافل إلى مدينة الرياض إذا به يدعو الله عز وجل فإذا بابنته زوجته عفوا زوجة ابنه ترفع السماعة وهو يدعو الله عز وجل هذا الصاحب الحملة في الحافلة يقول ذكر لي هذه القصة فيقول فرفع السماعة فإذا بزوجة ابنة وكلمه قالت يا أبو علي قبل شوي وأنا بجانب سريل ولدك علي أتكه والتفت للسريل ولدك علي فإذا بابنك علي قد قام من مكانها من الذي أحيى من الذي شفاه من الذي كشف عنه بلواه ولأواه إنا الله أنا سمعت هذه القصة يا شيخ عبد العزيز فلما سمعتها قلت يا أخي يعني لحي الدرجة أنا يعني يعني استجاب الله عز وجل لفكلمت مدير الحملة أو مشرف على الحملة قلت يا أخي أنا أريد أن أقابله في مدينة الرياض وفي الرياض وأصله في مدينة جسد فتوجهت أنه هي في مخرج شبته هنا في مدينة الرياض وقابلته استقبالي الرجل وجلست أنا وإياه فلتفت قلت وين أولدك علي قال أصبر ففتح أحد الشباب الباب ومعه القهوة والشاي ويحملها قال شفت لي شاي القهوة والشاي قلت نعم قال الذي وقف على أقدامه قلت نعم وقال هذا ابني علي الله العظيم يا جماعة أنني تعجبت يعني أنا أذكر من الطرائف يعني من الملاطفات أني قلت يا أبو علي أعلني أشكلت في الدعاء قلت يا ربي تكفى بهذه اللحظة لا إله يا ربي تكفى يقول قلته بلهجة العمية بهذه الطريقة لكن فيها انكسار فيها انكسار لهذا أثر عن عمر الخطاب في الموضة يقول كونوا على دين العجائز أحيانا سبحان الله العجوز تجد أنها تسبح لله عز وجل لهذا الرسول صلى الله يقول يختار من الدعاء أعجبها حتى ليس الدعاء توقيفي بمعنى أنه في دعوات فقط مأثورة هو السنة أنك تأخذ منها لكن أحيانا يحتعجبك دعوة معينة وليس فيها مخالفة شرعية لا بأس أنك تذكرها وتدعو بها دعاء يستوقيفي فلهذا تجد أحيانا بعض العجائز الكبار السن تجد عندهم بعض الدعوات لكنها تخرج من قلوب 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 نسأل الله عز وجل أن يزقنا التوفيق والسداد والرضا بقضاء الله عز وجل وقدر خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر